في لندن نضم إلينا مباشرة المراسل للقاهر الإخباري أبو بكر بشير أحييك إذن أبو بكر نتحدث دائما حول الهجرة غير الشرعية وأنها تؤرق دول الاتحاد الأوروبي وليس بريطانيا فقط لكن يبدو أن هناك ما يسمى بالقراءة الثالثة صوت عليها في مجلس العموم البريطاني لصالح خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا كيف بدأت المناقشات؟ وخاصة أن هناك تشابك ما بين حزب المحافظين والعمال تجاه ما يحدث في هذا التصويت صحيح أقر مساء أمس مجلس العموم قراءة الثالثة وبأغلبية 44 صوتا خطة الحكومة القاضية بترحيل اللاجئين إلى رواندا ملف الهجرة هو واحد من ملفات خمسة تعهد ريشي سوناك رئيس الوزراء عندما تولى منصف رئاسة الوزراء بحلها لكنها لم تحل منذ ذلك الوقت ولا يزال المهاجرون يصلون إلى بريطانيا بطريقة تصفها الحكومة بغير الشرعية الذي حصل أن ذهبت الحكومة لطرح خطة جديدة للتعامل مع الأسباب التي من أجلها لم تحل هذه المشكلة وهي أسباب قانونية بالأساس الخطة الجديدة يرى المعارضون لها من داخل حزب المحافظين أنها تنتهك القانون الدولي وتسيء إلى صورة بريطانيا في الخارج ولذلك هددوا في التصويت ضدها هنا جاء أنصار ريشي سوناك للحديث مع المعارضين للخطة من داخل البرلمان بالقول أنهم إذا صوتوا ضد الخطة فإنهم فعليا لا يفشرون الخطة فقط بل يسقطون الحكومة كاملة وبالتالي يذهبون بالبلاد إلى انتخابات مبكرة تقول الإحصائيات أو استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين متأخر بفارق 27 نقطة خلف العمال فبالتالي حظوطهم بائسة في الانتخابات القادمة لذلك وعلى هذه الأرضية السياسية فقط صوت حزب المحافظين بالقراءة الثالثة لصالح الخطة في انتظار الآن أن يعتمدها مجلس اللورداد باختصار يمكننا القول أن ريشيس وناك نجى من هذا التحدي ولكنه نجى بثمن كبير مدفوع وهو أنها تعززت صورته كرئيس وزراء ضعيف لا يسيطر على حزبه ولا على حكومته وهذا يهدد فرصه في الانتخابات كذلك دفع حزب المحافظين بشكل عام ثمن ظهوره بشكل الحزب المنقسم الذي حضوضه في الانتخابات القادمة بائسة جدا بسبب هذا كله لذلك يقول المتابعون أن على حزب المحافظين العام بشكل جاد على توحيد صورته أمام الناخبين خلال الأشهر القادمة خاصة وأن الانتخابات مجدوا لها النصف الثاني من هذا العام إذن أبو بكر الانقسام ليس فقط من قبل الحزب الحاكم والمعارضة أيضا خارج المجلس العموم لكن يبدو أنه أيضا انقسام بداخل الحزب الحاكم كما تقول هل هذا الانقسام نتيجة مثلا لأسباب أخلاقية الأسباب الأخلاقية مثلا وموت بيئات اللاجئين أو المهاجرين أم أنه لأسباب أمنية تخص بريطانيا لعدة أسباب الأسباب الأخلاقية واحدة الأسباب خاصة بالخطة نفسها واقتناع الرافضين لها بأنها لن تنجح يقولون وهذا كان في نقاش أن إذا أردت أن ترعب المهاجرين بحقيقة أنهم سوف يتم ترحيلهم إلى رواندا فهم مستعدون للموت في القناة وهذا لا يرعبهم يعني مستعدون لأخذ مخطرة الموت في طريقهم من بريطانيا فإن تهديدهم بالترحيل إلى رواندا يعني لن يكون كافيا لردعهم هذا واحد ثم يخافون على صورة بريطانيا وصورة حزب المحافظين إذ أن هناك اعتراضات قانونية كبيرة تواجه الخطة وهناك أيضا اعتبارات سلسية لا يمكن إغفالها حيث أن أبرز المعارضين للخطة هم سوالة برافرمانو هي وزيرة الداخلية سابقة عندها خلاف كبير مع ريشي سوناك كذلك بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق وهم يريدون إسقط ريشي سوناك بشكل أو بآخر ليمنون أنفسهم بالعودة إلى منصر رئاسة الوزراء أو المنافسة عليه إذن سوف نرى ما يمكن أن يحدث من هذا التشابك بخصوص هذه الهجرة غير الشرعية في القادم أشكرك إلى الآن من لندن أبو بكر بشير شكرا لك أبو بكر